الحب والأخوة في الله أعظم وصية أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة ما تحاب مسلمان في الله إلا وأجر الله لهما من الأجور ما لا يخطر على بال ولا جر بينهما شيء مما يجري بين الإخ إلا وأجر الله عز وجل لهما من الأجر أعظم ما يعطي لعباده على عمل يعملونه ما رأيت في ديننا هذا عملا أيصر وأجرا أعظم من المحبة في الله فإني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تلاق المتحبان فتصافح تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتساقط أوراق الشجر وإذا نظر إلى أحدهما إلى أخيه نظرة ود غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وإذا تبسم لأخيه كتباه الله له صدقه وإذا دع له بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل وإذا سعى إلى أخيه يعوده في مرضه لا يزال يخوض في رحمة الله حتى يرجع وإذا زاره في الله أوصد الله على مرصدته طريقه ملكا يدعو له حتى يرجع وإذا جلس عنده وذكره ويعني دار بينهما حديث في أمر بمعروف أو نائع منكر أو تذكرة بخير أو دلالة على هدى أو ما يكون بين المؤمنين إذا تلاقوا كاتبهم الله بذلك في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم إن هناك للأخوة والمحبة في الله فضلا آخر كبيرا هذا كله في الدنيا أما في الآخرة فشيء آخر شيء كبير